عامان مر على اتفاق التسوية في الجنوب السوري لم يمر يوم إلا وتسجل فيه عملية اغتيال هنا أو هناك من شرق درعا إلى غربها دائرة الاستهداف ليست ضيقة ولا هي حكرا على جهة دون غيرها فالقتل يطول العسكريين باختلاف انتماءاتهم وإلى جانبهم هناك قتل لمدنيين عزل وشخصيات محلية وأكاديمية كان آخرها المهندس أحمد الزعبي العامل في مركز البحوث الزراعية في بلدة جلين يتقدم الزمن وتتتالى التطورات لتتحول معها الاغتيالات إلى طابع متجدد ومستمر تصبح عليه درعا وتمسي اغتيالات أفضت بنتائجها إلى فوضى عارمة يدفع المدنيون ثمنها في مشهد ضبابي ومستقبل غامض يفرضه الفاعل المجهول الذي تضيع تفاصيله بين نظام الأسد وميليشياته الرديفة ما تشهده درعا اليوم لا يخرج من إطار مرحلة لا زمن لها تتصدر فيها الاغتيالات فقط والتي أصبحت أكثر تنظيما ولم تعد عشوائية كما في السابق وهو أمر كان من الطبيعي أن يصل إلى هذا الحد ولسيما مع تعدد الأطراف اللاعبة على الأرض من قوى محلية وأطراف دولية من الصعب توصيف الحال العام للجنوب السوري وبالأخص درعا لكن من الواضح أن الصراع بين الأطراف يصب بشكل كامل في إطار الفوضى والتي تتصدرها وإلى جانب الاغتيالات عمليات جنائية بعيدة عن كل الدوافع السياسية والأمنية كان الأطفال وقودها على مدار الشهرين الماضيين إلى أين تسير درعا؟ ومن المستفيد من عمليات الاغتيال والقتل الخفي؟ أسئلة لا تنفصل الإجابة عنها عن نظام الأسد والذي ورغم غياب أي تعليق أو تعاط واضح من جانبه إلا أنه بحسب مراقبين سعيد بالفوضى الحالية أو على أقل تقدير غير منزعج منها نظرية يحاول نظام الأسد تثبيتها وكأنه يقول إنه الجهة الوحيدة التي تضبط الأوضاع الأمنية ولا غيره وإلى ما هو أبعد من ذلك لا يمكن فصل ما يجري على أرض درعا عن الغايات التي تسعى لها موسكو والتي أسست لاتفاق التسوية وغيرت خريطة السيطرة بين ليلة وضحها شكرا